كما التقى وزير الخارجية سامح شكري برويو دي جينيرو وزيرة خارجية اندونيسيا وقد أعرب لوزير شكري عن أسف مصر شديد لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مؤكدا استنكار مصر لما يمثله المشهد الدولي من ازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزعات أضف المتحدث أن الوزيرين أكد خلال اللقاء أهمية التصدي للمسعى الإسرائيلي لاكتياح مدينة رفح تفاديا للتساعي رقعة الصراع على نحو ينظر بعواقب وخيمة تستهدف أمن واستقرار المنطقة وكذلك إلاء أولوية قصوى لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينية لسيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها